وفيه ناس كتير بتعتبر ان اللي بيتبع تعليم الدين الاسلامي ده يا رجعي اه معقد اه يعني 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 معلش انا هضرب مسأل بحضرتك منتهى السماحة وبتضرب لنا أسال توصل للطفل الصغير قبل ما بتوصل للكبار اه ويعني كلامك كله عصري ما هواش اللي هو اه لو ما عملتوش كده زي ما قلت حضرتك حتدخله النار لا تب ما تبسطها لي حببني في الحكاية هو اصلا الناس تعرف ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير انه كان جميل ومنور وحبوب مش دي الصورة اللي وصل لكل الناس اذا باختصار شديد هو ده الدين بس حاجة صغيرة خالص ما هو احنا اخد الدين من مين منه صلى الله عليه وسلم فاحنا كل معلوماتنا حتى اللي مش مسلمين معلوماته عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جميل انه منور انه محبوب وصادق امين صاحة كده ادي الدين اتخلص الدين كده خلص خلص فاي حد يوصلنا دين غير كده يبقى هو مش بوصل دين بتاعك علي وبعدين ربنا عز وجل لم يجعل احد من عباده بيوزعه سقوق النار او الغفران اللي هو هتدخله النار يا جماعة انت هتدخل النار انا مش عاب انت تدخل النار او ان انا ابدأ احط مقارنات غير حقيقية بمعنى واحدة مش محجبة هتدخل النار اولا مش من حقك تقولها كده رقم اتنين عدم حجابها مش معنى انها مش محترمة لان الاخلاق والقيم والاحترام مكفول للكل فمش من حقك تقولها كده هي عندها خطوة يمكن الخطوة دي تجيلها في حجة في مناسبة تكون باخلاص فربنا يقبالها هتدخل الجنة وانت اللي قعدت تقولي انت هتدخلي وانت وانت يختملك بحاجة مش حلوة تروح داخل النار يبقى انت استفدت ايه ماهدع الخلق للخالق بقى فاحنا لما نشغلنا بغيرنا نسينانا وربنا قال لنا كده في القرآن أن نسوا الله فأنساهم أنفسهم يعني الاعمال يصدر لي العذاب والنار طب وانت ليه ما كلمتش عن الجنة ممكن ان كنت بقوله حقيق قبل كده في الفاصل هو احنا اكتر معلوماتنا ليه عن النار وعن العذاب طب احنا ليه ما عندناش معلومات حلوة عن الجنة يعني حاجة مثلا بسيطة جدا في الجنة النبس والسلام بيقول أهل الجنة بيتنفسه ازاي بيقول إن أهل الجنة لا يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس النفس اللي احنا رايح جاي ده هم في الجنة من الجمال اللي في الجنة عمالي سبحان الله سبحان الله سبحان الله جمال جمال الطيور وجمال الشكل وجمال الأن فطول عماله يتلفت سبحان الله سبحان الله ليه ما حدش بولينا المعلومة دي ليه ما حدش بيعلمنا ايه الجمال ده معنا ما نشوف حاجة حلوة نقول سبحان الله يعني تنزيل انت بقى في الجنة هو ايه اللي في الجنة مش حال عشان كده لما حد يقول لي صف لي جمال الجنة ما بكلمش معا كتير اقول له جملة واحدة اقول له فيها رسول الله بس نقطة الكلام خلص صلى الله عليه وسلم